وَمَا أَغْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحٍّ إِلَيْهِمْ نُوحٍّ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الزِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى والتي تجمعنا بضيفنا الكريم مع علي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الدوان المالكة السلام عليكم يا شيخ عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك على ما تقوم به من العناية بهذه الحلقة المباركة كما أشكر إخواني القائمين ببث هذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم على تعاونهم كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير وأن يعيننا على ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه ونسعر الله التوفيق والسدد الجميع صلى الله عن نبينا محمد اللهم أمين جزاك الله خير يا شيخ وأذكركم أيها الإخوة والأخوات بجوال البرنامج للتواصل 05-01-78-5536 معالي الشيخ برك الله وفيكم من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا السائل يقول شخص لا يخرج زكاة المال وناصحته ويتعذر بأعذار غير صحيحة ما هو التوجيه الشرعي أيضا من الأسئلة والدتي تمنعني من التواصل مع ابنة عمي وتغضب لذلك ثم أجبرتني بالحلف على المصحف بالقطيعة سؤالي هل إذا تواصلت تقول السائلة هل إذا تواصلت دون علمها يعتبر من العقوق وهل يلزمني كفارة بخصوص الحلف الذي لا يخرج الزكاة السيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح لقاءنا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل وأن لا نقول على الله بغير علم ولا حق كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويجن بله إنه هو لي ذلك وفي نفس الأمر ما يتعلق بهذا الذي نصعته أيها الأخ الكريم السائل على العناية بإخراج الزكاة وهو متساهل في ذلك وكأن تساهله يعني أنه لا يخرج الزكاة مطلقا وأنت سأل فلعلك على كل حال يعني أول ما هنا لا تيأس من رحمة الله ولا من الاستجابة إلى هذا الذي أنت حريص على نصحه وعلى أدائه أمانته على كل حال هذه لاحية فإن كان هناك ثمرة لنصيحتك واستجابة فالحمد لله ولا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وإن عجزت فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وحسابه عند ربه لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فجزاك الله خير على شعورك فإن استجاب فالحمد لله وإن لم يستجب فحسابه عند الله وأنت لا تهدي من أضله الله الله مستعان نعم بارك الله فيكم يقول السائل أيضا والدة تمنعني من التواصل بل ما يتعلق بوالدتها أنها تمنعه من التواصل أولا لا يخفى بأن بنت عمه أجنبية منه وهو أجنبي منها ولعل والدته تخشى أن يقع من هذا الاتصال ما لا تحمد عقباه فوالدته جزاها الله خيرا هي في الواقع على كل حال تعرص على ولدها أن يكون على استقامة وأنه لا يجوز له أن يتجاوز الحد فيما يتعلق بكلامه مع بنت عمه فهي أجنبية منه وهو أجنبي منها يجوز له تزوج بها وها بناء على هذا فلا بد أنه يعني لماذا أم تمنعه من ذلك لعل منعها له مبرر وله شبب فيجب عليه أن يسمع قولها ونصيحتها فهي في الواقع أشد حرصا منه على نفسه لأنها في الواقع تعرص على نفسه على نفسه على حرصه فعليه أن يستجيب لها وطالما أنه عاهد الله ثم بعد ذلك لم يلتزم بعهده ونكث عليه كفارة يمين وعليه كذلك الرجوع إلى أمه والاستجابة لنصيحتها فنصيحتها نصيحة في محلها ولا شك أنها تغفى تخشى على ولدها أن يقع في أمر محرم اللهم استعادوا وإذا كانت أيضا بنت عمه مع بنت عمه وحلفت الأم بنات يعني نفس الشيء نفس الواقع لا هي الآن السؤال على أساس أنها تمنع ولدها من أن يكون بينه وبين بنت أمه نجاح يعني محادثة وتجاوز الأمور نعم أحسن الله ليكم وأثاركم الله معنى اتصال هاجر تفضل لي هاجر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا عنه مستفالي ما هو يا شيخ أنا نوي أمرة نعم و أمرة عن أم المستفالي أم المستفالي نعم أم المستفالي نعم نعم أخذني أخذ عمرتين وهذه ليست طيبة تخذين عمرتين أخذ عمرتين طيب 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 السؤال واضح نعم والدتها متوفة وتتأخذ عنها عمره وهي تتأخذ عن نفسها عمره تتأخذ أول عمرتها عن نفسها ثم عن أمها عمرتها نعم هل يجوز؟ نعم على كل حال الحمد لله والله يجوز على هذا إنما أنه لا يبغي أن يكون أن تكون عمرة واحدة عنها وعن أمها نعم فهذه ما تجوز لكن يجوز كذلك أن تعتمر لنفسها ثم تدعو ربها أن يجعل ثواب هذه العمرة لها ولأمها ولأبيها ولمن شاءت من الإشراك في ثوابها لا يظهرني بأس وفي ذلك نعم أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذه سائلة تقول أجهضت في الأسبوع الثالث من الحمل ونزلت دم لمدة ثمانية أيام ولم أصلي خلال هذه الفترة ثم انقطع فهل تجب علي الصلاة أيضا من الأسئلة هذا سائل يقول نذرت إذا توظفت بأن أتصدق بقيمة عشرة آلاف ريال وتوظفت بحمد الله وفي السنوات الماضية أقرضت شخصا عشرة آلاف ريال هل يجوز لي التنازل عنها وأعتبرها وفاءا بالنذر نعم الجواب أجهضت الجواب عن الإجهاض يعني وعمر الحمل ثلاثة أسابيع صحيح ثلاثة أسابيع فهذا في الواقع الغالب الأغلب أنه لا يزال يعني مضغى أو أقل مضغى بل يمكن أن يكون ما وصل لحد أن يكون مضغى بل صار علقة صحيح وبلا أن على هذا فيجب عليها يعني لا تسقط عنها الأحكام الشرعية التي تسقط عن الحائط أو عن النفاس المعتبر وإنما يعتبر هذا الدم دم فساد فيزمها الصلاة الصلوات وإن تركتها فيجب عليها أن تقضي الصلوات التي تركتها ولا يعتبر هذا الدم دم نفاس ولا دم حي نذر يا شيخ أن يتصدق بأمور أما نذره أن يتصدق فعلى كل حال فحينما أقرض أخاه عشرة آلاف ريال فأصبح هذا القض دين في ذمته في ذمة أخيه والدين هل يجوز أن يسقط أن يسقط نتيجة أن يسقط من هذا نتيجة ما يطالبه يعني نتيجة الدين عليه مجموعة من أهل نتحدث في هذا وقالوا بأنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلى مدينك لسداد دينك لأن هذا في الواقع يعتبر وقاية لمالك ووقاية لمالك بمال ليس لك وبناء هذا فنقول كذلك حكم هذا النذر الذي هو عشرة آلاف يتصدق حينما يتوظف فيجب عليه أن يفي بنذره وأن لا يعتبر ذلك من دينه الذي أسلف أو أقرض أخاه به جزاك الله خير ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنية معالي الشيخ بارك الله فيكم أيضاً من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج يقول السائل وجدت مبلغاً من المال في أحد الأسواق التجارية وسألت عن صاحبه ولم أتعرف عليه فماذا أعمل فيقول أيضاً سؤال آخر هل يلزم غسل الفراش أو البطانية إذا وقع عليها شيء من الجنابة يعني من المني نعم من الجناة نعم نعم تفضل والإجابة على السؤال الأول وجد مبلغ من المال في الأسواق التجارية يعني هذه النقطة التي وجدها وهي مبلغاً من المال وبدر جهداً في سبيل التحاصل أو العثور على صاحبها فيعس فلعلها يعني فهناك خلاف بين أهل العلم بعض أهل العلم قال إذا أعلنت عنها مدة سنة ولم يأتي أحد فهي لك وبعض أهل العلم قال إذا أعلنت عنها ولم تجد صاحبها فتصدق به فتصدق بها على نية صاحبها نعم وفي نفس الأمر لو جاء لو جاء بعدين وعثر عليه قال الله ترى المبلغ الذي أنت وجدته هو مبلغي وأعطاه العلامات التي تدل على صدق في ذلك وفي نفس الأمر يعني هو يتعين عليه يتعين عليه أحد أمره إما يخيره بأن أحد أمره قال أنا الآن يأست من العثور عليكم من معرفتك وتصدقت بالمبلغ عنك فإن أجلت صدقتي عنك فالحمد لله وأرجو أن لا نحرمني الله من كذلك إن شاء الله من أجر هذا التصرف وإن اعترضت وأردت مبلغك فأنا أضمنه لك وأعطيك إياه لكن الصدقة تكون لي فهو يخيره بين الأمرين فإذا اختار أحد الأمرين تعين عليه أن يأخذ به نعم نعم بارك الله فيكم هل يلزم غسل الفراش أو البطانية الذي وقع عليه شيء من المني؟ لا لا يلزمه لأن المني طاهل فعلى كل حال كان المني إذا وقع على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركته زوجته وإن كان وإن كان أنها يعني رطبة وكذا غسلته على سبيل الاستنقاء يعني لا على سبيل النجاسة نعم نفس الشيء الملابس ونفس الشيء كذلك الملابس لأن المني طاهر الحمد لله نستقبل هذا الاتصال للأخت مرام من مكة المكرمة نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا من مكان مكة نعم وأهلي موجودين في الطائف نعم ودوتي متوضف خارج مكة نعم فأنا أحيانا أتفرع في أهلي أسبوعين أرجع في مكة أسبوعين لماذا أصل لي جمع القصر وإلا ما أصل لي جمع القصر طيب بارك الله فيكم تقول أنها في مكة وأنها تذهب إلى الطائف أحيانا وتخرج وترجع تقول هل لي أن أجمع وأقصر في هذه الحالة نعم ما بين مكة والطائف مسافة مسافة قراءة أكبرها من 80 كيلو متر نعم وبناء على هذا فهذه مسافة قصر لكن هي الآن الذي يظهر من شؤالها أنها من أهل الطائف فإذا نزلت إلى مكة فيجب لها أن تترخص برخص الشفر وإذا رجعت إلى مقر قامتها فهي حاضرة وإذا كانت هي من مكة وأهلها في الطائف العكس العكس جاءت هذا أو هذا لكن ما لا يجوز أن تترخص برخص السفر في محل إقامتها نعم بارك الله فيكم أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج يقول السائل سوف أسافر من حائل إلى ينبع للتنزه والسياحة لمدة أربعة أيام تقريبا هل يجوز الجمع والقصر كذلك من الأسئلة أيضا هل يجوز صرف زكاة المال إلى ابن العم لمساعدته في تكاليف الزواج السفر إلى حائل أولا الإجابة عن السؤال الأول وهو السفر من حائل إلى ينبع هذه مسافة قصر نعم المسافة قرابة مائتين كيلو أو أكثر مائتين كيلو أو نحو ذلك والمسافة التي حددها بعض أهل العلم هي ما كانت المسافة مرحلتين فأكثر يعني ثمانية واربعين ميل ثمانية واربعين ميل يعني عبارة عن ثمانين كيلو متر تقريبا فإذن على كل حال هذه مسافة قصر فيجوج لها أن تترخص برخص السفر وهي تقول المدة قامت في حائل في ينبع هو أربعة أيام فنقول يجوج لك على أي قول من أقوال أهل العلم يعني غالب أقوال أهل العلم وإن اختلفت لكنها في الواقع لا تتجاوز القول بالجواز في حال أن تكون المدة أربعة أيام فأقل نعم هل يجوز صرف زكاة المال لابن العم لمساعدته في الزواج والله يجوج بس إنما إذا كانت الزواجات على الطريقة التي نحن فيها وممكن أن يبدل جزءا من زكاة على أساس روح لستأجر محل للحفلة بعشرين ثلاثين ألف أربعين ألف وأخذها من الزكاة والحال أن الصدقات للفقضة والمساكين وبقية الأصناف الثمانية فعليه إذا كان يعني يساعد أخا لكن إذا كان فيه إسراف فالإسراف في النفس يتوقف من إجازاته نعم توفيت أختي بعد رمضان مباشرة وكان عليها قضاء يومين هل نقضي عنها نعم بارك الله فيكم توفيت أختي بعد رمضان ومباشرة وكان عليها قضاء يومين يقول هل نقضي عنها الله يعني هذين اليومين هل هي لمرض فإن كان لمرض بعد رمضان ولم تتمكن ولم تتمكن يعني وهي توفيت في رمضان نعم وهي في مرض فعلى كل حال الذي يظهر الله وعلم أنه ليس عليها قضاء لأن القضاء لابد أن يكون بعد انقضاء رمضان وبعد قدرتها على الصوب وهي في الواقع ماتت في رمضان وهناك من أهل العلم من قال هذا يومين عليها عليها قضاءه أولا بأس من قضاء ولي الميت ما ما على ميته من صياب ورسولنا صلى الله وسلم يعني يرى عنه حلي صحيح فهم يعني من مات وعليه صوم صام عنه وليه لا على كل حال إذا صاموا أهل يومين عنها فهذا فيه احتياط كامل نعم بارك الله فيكم نختم هذه الحلقة بهذا السؤال أرغب في أداء العمرة وسأذهب لزيارة أخي في جدة يقول وأجلس معه مدة يومين أو ثلاثة يقول فمن أين أحرم نعم نقول له إذا كان غرضك من السفر الغرض من السفر هو زيارة أخيك فنقول تعرم من جدة بعد انتهائك من زيارة أخيك وإن كنت تقول له والله نباروح اعتمر وأحصل على عمره ولكن سأحصل كذلك على زيارة أخي لكن قصلي من السفر هو العرام بالعمرة فنقول لا يجوج لك تجاوز الميقات إلا بإحرام فإن تجاوز بدون إحرام فعليك دم بارك الله فيك وأثابك الله على ما قدمت في هذه الحلقة وأن أشكرك شكرا جزيلا على حسن إدارتك هذه الحلقة المباركة إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا آخر عهدنا بإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات وأن يجعلنا ممن استمع القول فأتبع وأخذ بأحسنه إنه ولي ذلك وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان إلى هنا وناتي إلى اختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى وقد أجاب عن أسئلتكم مع علي الشيخ عبد الله بن سليمان المنية عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الدوان الملكي جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما أغسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لذلك